ضربة تلو ضربة حتى الآن ثلاثة وهناك من يترقب الرابعة وكأن ميليشي الحجد في العراق مكشوفة كصيد سهل أمام الطائرات المغيرة على معسكر آمرلي ومعسكر أشرف الشهر الماضي وقاعدة السقري جنوب بغداد قبل أيام فما الحل لشبح استنزاف يطل في الأفق الجواب من إيران على نحو متصاعد تتسارع تصريحات المسؤولين الحكومين في العراق أو في إيران للحديث عن الهاجس المرعب الذي بات يقض مسامع قادة الميليشيات الذي انعكس على إلحاح بمطالبة الحكومة بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 للتصدي للهجمات القادمة عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان كريم عليوي قال إن البلاد تتعرض لهجمة صهيونية بغطاء أمريكي لتدمير ترسانتها من السلاح دعيا للحكومة للانفتاح على روسيا والتعاقد معها لتزويد العراق بمنظومة الدفاع الجوي S-400 لدى المسؤول الحقيقي وهو إيران خيارات أوسع فتكشف مصادر صحفية عن نقل الحرس الثوري منظومات باور 373 وخرداد ثلاثة للدفاع الجوي بعيد المدى إلى الحدود مع العراق بعد الغارات التي اتهم الكيان الصهيوني بشنها على معسكرات ميليشي الحشد المصادر نقلت عن مسؤول في الحرس الثوري قولها إن بلاده مستعدة لتسليم الحكومة في بغداد رادارات انذار مبكر شريطة أن يشرف عليها رجالات الحرس هناك كما جهزت بلاده منظومة صواريخ على الحدود ترصد أجواء العراق وهي تنتظر الإذن لتغطيتها واستهداف أي طائرة تخترق الأجواء ومع ترجحات بغارات جديدة أكد المسؤول أن ميليشيا الحشد نقلت أسلحتها إلى أماكن أخرى غير تلك المكشوفة كما فتح الحرس الثوري مخازينه أمام الميليشيات للتغطية على أي نقص طارئ قد يحدث مع تصاعد التوتري في المنطقة الضربات الانتقائية والخاطفة على غرار ما حدث في معسكرات ميليشيا الحشد هي برأي كثيرين بداية لموجة استهداف بدأت بسوريا وغير منظورة النهاية مع اتساع رقعة المد الميليشيوي الإيراني بشعار الممانعة البراق الذي وجد صداه في المدن العراقية والسورية لكنه غاب حتى همسا عن القصف الصهيوني المتكرر شعار مستهلك ولافتات خدعه